اشتركوا في القناة ومن اهتمام بالمضامين التربوية والتعليمية المجدية للطلبة ومن تيسير لسبل الوصول إليها بما يتيح للطلبة وعموم الناس التعامل معها والاستفادة من موادها وبهذه المناسبة رفع سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم التهانية إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفداء يده الله بتحقيق هذا الانجاز التربوي المشرف مشيرا إلى أن هذا المشروع الفائز يأتي في إطار توجيهات جلالة الملك المفداء حفظه الله ورعاه بتعزيز التمكين الرقمي والاستفادة من المنظومات الرقمية في مجال التعليم مشيدا في الوقت ذاته بالرعاية والدعم الذي تلقاه المسيرة التعليمية من دعم ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على الصعيد التعليمي وأوضح النعيمي أن تجشين مشروع جلالة الملك المفداء لمدارس المستقبل في المدارس الحكومية عام 2005 ومن ثم الانتقال للتمكين الرقمي في التعليم قد ساهم في تحقيق العديد من قصص النجاح المتميزة في مجال الابتكار والتعلم الإلكتروني ومن بينها مبادرة مكتبة الرقمية الفائزة بجائزة الإيسسكو والتي تهدف إلى نشر إنتاج المدارس المتميزة من المحتوى التعليمي الرقمي مؤكدا وزير التربية والتعليم أن الوزارة لن تدخر جهدا في تطوير وتحديث الخدمات التعليمية الجدير بالذكر أن جائزة الإيسسكو للموارد التربوية الرقمية المفتوحة تأتي في إطار خطة عمل المنظمة الساعية إلى تشجيع الإبداعات التربوية الرقمية المفتوحة في البلدان الإسلامية بما يسهم في توفير فرص التعليم الجيد لمختلف الفئات ويسرع وطيرة مشاركة الدول الأعضاء في جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وهو الضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع